يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على الفلسطينيين فقد استشهد شاب فلسطيني في مدينة الخليلة بدعوة محاولة طعنه أحد جنود الاحتلال في وقت نصيب أربعة مستوطنين جرأ عملية طعن بسكين جنوب بيت لحم ليرتفع عدد الشهداء منذ اندلاع الهبة الفلسطينية إلى 65 شهيدة استشهد أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في الخليل بالضفة الغربية المحتلة أخيرهم شاب زعمت قوات الاحتلال أنه طعن أحد جنودها على حجز عسكري في حي تلرميدة بالخليل وذكر التقارير الصحفية أن الشرطة الاحتلال أعدمت الشاب الفلسطيني وترك ينزف بعد منعهم إسعافه وبذلك يرتفع عدد الشهداء الخليل منذ بداية الشهر الجاري إلى 25 من أصل 64 شهيدة في الضفة والقدس وغزة يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية أكثر من 30 فلسطينيين في مختلف أرجاء الضفة وذلك بعد ساعات من استشهاد ثلاثة فلسطينيين في الخليل كما داهم جنود الاحتلال عدة محافظات منها جنين ونابولس ورامالله وفي وقت سابق أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح في مواجهات اندلعت بالخليل عقب مسيرة شارك فيها الألاف طلبوا فيها سلطات الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء لعائلاتهم من جانبه أكد رئيس فلسطيني محمود عباس أن على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني معتبرا في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف أن ما تقوم به حكومة الاحتلال المتعاقبة هو تغيير ممنهج لديمغرافية القدس المحتلة ودعى عباس في كلمته لا تدخل الأمم المتحدة وتحمل مسؤوليتها قبل فوات الأوان بوكالتها ودولها الأعضاء وخاصة مجلس الأمن الذي طالبه أكثر من أي وقت مضى بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل وأوضح أن الهبة الفلسطينية هي نتيجة حتمية لانتهاكات وجرائم الاحتلال فيما دعت حركة حماس في الظفة الغربية المحتلة كافة أبناء الشعب الفلسطيني للخروج في المظاهرات والمسيرات التي ستنطلق بعد غد الجمعة في كافة أنحاء الظفة وستتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك مع جيش الاحتلال